جماعة في الفيديو دي النهاردة سنسرف مع بعض ازاي تکدر تعمل حساب على الابيك ستور. طبعا كثير من ان انها بتوجه مشكلة اعمل حساب ازاي على ابك وكده. وفيه كذا حد اقول ان هو بيحاول ان커 كده يعمل حساب على الابيك وللاسف ما بيعرفش انakerه يعمل حساب. فده بقى اللي حسن نعمله من النهاردة re ہنسرف ازاي انك انت تقدر تعمل حساب على الابيك ستور بكل سهولة يا جماعة. غال buenas نشوف مع بعض عشان ما نطودش عليك وهم حاجة بس ركز في الفيديو جول كله عشان ما يفوتكش اي حاجة. ويلا بينا نشوف الكلام عليك. طيب يا جماعة اول شيء نعملها طبعا اننا هنفتح الجهاز اللي هنعمل عليه الحساب. ممكن تعمل حساب من الموبايل ما فيهاش اي مشكلة انك تعمل حساب من الموبايل بس احنا هنعمل من الكمبيوتر. لو انت هتفتح الموبايل افتح واشتغل معي. لو انت هتعمل من على الكمبيوتر افتح واشتغل معي. مبدايا يا جماعة لو جينا دخلنا ط زي ما انت شايف ده الايبكس الايبك ستور معي بالمنظر ده. بس انا هاعتبر ان انا طبعا لسه ما حملتش الايبك فهدخل عادي على صفحة عادية. ادخل على اي متصفح عادي مش هتفرق واكتب ايبك سواني ايبك ستور او ايبك بس يعني مش فرقة ايبك جيمس بالمنظر ده. فزي ما انت شايف دخلت على اول رابط عندي دخلني على الايبك عادي على طول. طبعا بتبدأ تنزل من هنا تبدأ تضغط دونلود هيبدأ ينزل معاك الايبك. طيب عايز تسجل برضو من المتصفح مش فرقة يعني زي ما انت شايف انت بتدوس على العلامة دي وبتبدأ تسجل. هنسجل طبعا مع بعض. وطبعا منها تقدر تخير اللغة لو عايز تخليها عربي حتبدأ تخليها عربي لو عايز تخليها فرنساوي عايز تخليها اي لغة تانية هتغيرها من هنا. طيب انت مش عايز تنزل الببنامج عايز بس تعمل حساب على الايبك ستور كل اللي انت بتعمله انك زي ما قلت هتدخل على المتصفح وحتدخل على ايبك وبعد كده هتبدأ بقى تعمل حساب. تعمل حساب ازاي? هتضغط على العلامة دي. زي ما انت شايف هيبدأ يفتح معي الايبك بالمنظر ده. طبعا الايبك مستو ان هو تقدر تعمل منه حساب على حاجات كتيرة جدا. يعني انت لو عندك حساب على الاكس بوكس هتقدر ان انت تعمل حساب على طول او تسجل على طول به على الايبك. لو عندك حساب على البلاي ستيشن هتقدر ان انت تسجل بالحساب ده على الايبك. لو عندك حساب على النينتندو هتقدر ان انت تسجل على طول. لو عندك حساب على الاستيم تقدر من حساب الستيم تسجل على الابك. انت متخيل اللي هو المنافس بتاعه. لو عندك حساب على الفيسبوك هتقدر ان انت تسجل بيه. لو عندك حساب على الجيميل هتقدر ان انت تسجل بيه. عندك حساب على او ماك او كده يعني هتقدر ان انت تسجل بيه. لو عندك حساب على الليجو هتقدر ان انت تسجل بيه. يعني ميزة الابك ان هو مش بيزعل حد. هو حرفان اي حد عنده اي حساب على اي حاجة هتقدر ان انت تسجل بيه. طيب انا بقى ما عنديش يعني انا ما عنديش حساب وعايز ان انا ابدأ اسجل. كل انت بتعمله ان انت بتبدأ تعمل حساب بتبدأ تعمل حساب ازاي? انا هرتح صفحة جديدة مسلا حاجي على الجيميل طبعا طريقة ان انت تعمل حساب اا سهلة جدا. اا ممكن اعملكم فيديو عندما انت بتدخل على جيميل وبتبدأ تعمل ايميل جديد انشاء حساب استخدام لنفسي اعمل هنا اي حاجة ممكن يجي يقول لك بس ان هو عايز ممكن يجي يقول لك ان هو بس عايز آآ رقم تليفون وانت ما يبقاش معك رقم تليفون. وبالمناسبة انا ممكن اعرفكو برضو ازاي تعمل لو انت تتخطى موضوع آآ رقم التليفون ده. خلينا بس نكتب البسورد كده اي حاجة. طيب يا جماعة كده احنا عملنا البسورد زي ما انت شايف يقولك يا جابا انت ثمان حروف. طب خلينا هنا نكتب ماشي. نيجي هنا نكتب كده. تمام يا جماعة. كده انا كتبت هو هنا قال لي رقم الهاتف. فانت كده مش هتعرف ان انت هتعمل حساب. هعرفكو ازاي نعمل يعني ممكن اعمل فيديو ازاي تعمل جيميل من مدار رقم هاتف بعد كده بس دلوقتي خلينا في المهم. لو طبعا ما نفعش انك تعمل ايميل او لو ما عندكش ايميل هتيجي هنا على موقع اسمه ميل. وانا بقول لك الطريقة دي ما تعملهاش لو انت عايز ايميل يفضل معك. اعمل ايميل احسن على جيميل. لو انت عايز حساب يفضل لو ما قاشه ما ازاي ايميل وهمي عشان اورك الطريقة انом انت اعمل ايميل من على جيميل. ام من ايميل على جيميل. زي ما انت شايف هو الحساب بتاعي فانا حبدأ ااخده كوبي. حبدأ ارجع تاني حبدأ احط الحساب بتاعي. حبدأ احط الحساب بتاعي بالمنظر ده حبدأ اعمل كونتينيو زي ما انت شايف دلوقتي أنا بعمل ما بعملش هين بقى عشان انا اول مرة افتح طبعا انت لو حطيت برضو الحساباو كده او او اي حساب هيقول لك برضو البيانات دي لو انت مسجلتش على فبتبدأ تختار الشهر وبتبدأ تختار اليوم وبتبدأ تختار السنة. انا طبعا بعمل اي حاجة بس بريك الطريقة. زي ما انت شايف الحساب معي هو بالمنظر ده بتبدأ تختار من هنا البلد اللي انت فيها. فانا في ايجيبت مثلا حسابها ايجيبت. لو انت في شوف انت فين وكتب البلد اللي انت فيها. هنا طبعا بتكتب الاسم بتاعك. وانا هتكتب الاسم النهائي بتاعك. طبعا اه خلي بالك من الاسم ان الاسم مهم. هنا ده الاسم اللي هيوصل للناس. يعني انا مثلا كتبت احمد. اه زد 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 زد. ده الاسم اللي لو حد او اهو زد زد اربعة زد اتناشر. مسلا. فكده طالما ما جاش حاجة بص لو سبت اتناشر بيقول لك اهو. الاسم ده مستخدم قبل كده. فانا بعد كده اي حد هيجي يبحث على الايميل ده. هيلاقي باسم احمد زد زد اربعة زد اتناشر. تمام? هنا بتبدأ تعمل الباسورد. طبعا اه لازم الباسورد يبقى فيه حرف وفي حروف تانية وفيه علامة مثلا اه اي علامة يعني عموما. وبعد كده بتكتب ارقام برضو. شوف انت حابب اي يعني. فانا بقول لك بس اي اللي انا بحب اعمله يعني. هنا طبعا بيقول لك لو انت عايز تاخد النيوز وهنا لازم دي تعمل يعني انت مش لازم تعمل دي بس لازم تعمل دي. انا بيقول لك يبعط لك على الايميل لو عايز جديد والحاجات دي يعني فخليها عادي. بعد كده بتبدأ تعمل دلوقتي انت بتبدأ تعمل حساب. الحساب اللي احنا حطناه سواء حساب البلاي ستيشن او الجيميل او الستيم او اي حساب بيتبعتلين عليك هو ده عشان كده لازم تحفظ اللي انت الايميل اللي انت عمل. زي ما انت شايف انا اول ما دخلت عليه لقيت هنا بالمنزر ده الرسالة اللي جات فيه. ده طبعا الرجم الرством اللي جالي. هابدأ ا اخدو كوبي وارجع كده تاني وحطو هنا اي بيست. زي ما انت شايف حابدأ اعمل ان هو يتأكد ان انا الشخص ده يعني ده مش الايميل حد تاني. كده خلاص انا دخلت على الايميل بكل بساطة اهو. جاب لان انا اونلاين لو دوست هنا اهو. انا ده الايميل بتاعي. يعني انا لو جيت هنا هو معي بالمنظر ده. خلاص ده بتاعي ده بتاعي. وده وده خلاص انا كده معي الاميل كله. يعني وهنا طبعا تقريبا. وانا بقى لو عايز تبدأ تحط معنوان او او شركة او كده يعني لو عايز تحط طريق الدفع ان انت تشتري الالعاب وهكذا. فكده انت خلاص معاك الاميل. كل انت بقى بتعمله ان انت بتبدأ تدخل على بتشوف الالعاب اللي انت عايز تنزلها بالمناسبة ان هو كل تقريبا اسبوع بينزلك لعبة او لعبتين مجانيتين. يعني لو دخلنا مثلا على اللعبة دي هتلاقي ان اللعبة دي يعني تعتبر بعشرين دولار. هو منزلها لك فري. يعني نزلها لك مية في المية بعشرين دولار. بدل من عشرين دولار بفري. فانت كل انت بتعمله بقى عشان تاخد اللعبة الفري بتضغط هنا جت. وبيبدأ يقول لك ان انت موافق على الشروط دي بتقول له ايوة تمام. بتعمل على فكرة يا جماعة لعبة كانت نزلها بالطريقة دي مجانية فترة. فخلينا نعمل هنا بلايس كده انا اللعبة دي بقت معايا ببلاش. ببلاش عرفية. يعني لو جيت اهو هنا على هنا بتعمل طبعا فلو جيت بقى على دخلت على بتاعي هتبدأ ان انت تلاقي اللعبة طبعا دي حاجات بقى طبعا من اهم الالعاب اللي انا هنزلها ان شاء الله قريب فانا بس خليني ارجع كده على عايز اروح على البتاع بتاعتي المهم يعني خلينا انا رجع تاني على لو دخلت على اللعبة والمفروض ان انت طبعا انا لو فتحت اللعبة لحلقى اللايبراري عندي من هنا دي الايميل بقة بتاعي الشخصي. بس انا بتكلم على ان انا مسلا اللي انا لسه عاملuje دلوقت لو دخلت هنا طبعا انت لقيت هكي فتقدر ان انت تدخل على وتنزل اللعبة بس سوا طبعا ليه هنا ما بيدخليش عشان هامش دون لود انا الكلام ده بقى لو عملتو على الايميل بتاعي كده كده موجودة فاي لعبة انت هتوزق اهي دي اللعبة اللي احنا لسه عامل patch. على طول تقدر تنزلها وبمجانا يعني فما ما فيهاش اي مشكلة. فكده يا جماعة احنا ان نبقى شوفنا مع بعض ازاي تقدر تعمل ايميل او تعمل حساب على الايبك بطريقة سهلة جدا من غير اي مشاكل. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم. الفيديو بقى فهدك اعمل لايك للفيديو. اشترك في القناة فعال الجرس. طبعا ما تنساش بقى كومنت الجميل بتاعك وكده يعني عايزين يا جماعة زي ما كده وكده يعني. طبعا اكتبوا لي في كومنتات لو حابين طرق تانية او حابين حاجة تانية اكتبوا لي طبعا في الكومنتات. فبس يا صديقي العزيز كان هنا ده الفيديو تماما اكمل الفيديو عجبك. ما تنساش بقى انك تعمل لايك للفيديو. اشترك في القناة فعال الجرس. وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.